ملامح من حياة وكفاح أمغى سعيد أبا عمران 1884-1956 كتاب لصاحبه بورك ايتمسجو نشرته جمعية تقديرت ايتم عمران للتنمية والبيئة 2015 مقدمة إن كتابة تاريخ شامل وجامع لبلادنا المغرب تستلزم من كل الباحثين المهتمين بالتاريخ المغربي البحث بالخصوص في تاريخ المجالات والمناطق الضيقة كل حسب معرفته بمنطقته وقربه منها وكذلك قدرته على الحصول على الوثائق والمعلومات الضرورية وذلك من أجل كتابة موضوعية بعيدة كل البعد عن العواطف والنزاعات الإقليمية الضيقة هذا الأمر هو ما دعا إليه فعلا شيخ المؤرخين الأستاذ محمد المختار السوسي يطمح هذا العمل البحثي إلى الاستجابة إطار البحث المونغرافي عن هذا المنطلق جاء اهتمامنا بأيت الخمس بشكل خاص وقبائل أيت بعمران بصفة عامة علما بأن المنطقة لا زالت في حاجة للمزيد من الأعمال البحثية والدراسية رغم المجهودات التي قام بها قلة من الباحثين الذين لم يجدوا طبعا الطريق مفروشة بالورود ذلك لأن البحث في تاريخ المغرب يعتبر في حد ذاته مغامرة سعبة نظرا لصعوبة الحصول على الوثائق ولقلة المصادر وأسباب أخرى لا يسمح المجال لذكرها ورغم وعينا بكل هذه الأمور فقد كانت رغبتنا في خوض غمار هذه المغامرة جامحة من أجل اكتشاف تاريخ المنطقة ومما زادنا حماسا الفضول للبحث في شخصية من قبيل أمغر سعيد أبو عمران لها وزنها ولها رمزيتها في المنطقة لكنها ظلت مغمورة وحفزنا أكثر ما وجدنا من اهتمام وتفهم كبيرين لدى ابنه المرحوم سيد أمغر محمد سعيد وكذا حفظته مع الاستعداد لإمدادنا بكل الوتائق المتوفرة لدى العائلة هنا تنبغي الإشارة إلى ضعف اهتمام الباحثين في تاريخ الجنوب المغربي بأيت الخمس بحيث لم ينجز ولو بحث واحد حولها ولذلك فقد ظلت أنشطة أيت الخمس شبه مجهولة منذ زمن بعيد بل إن المنطقة تفتقر إلى دراسات تاريخية لما قبل الكفاح المسلح لسنة 1957 هناك إذن أسئلة عديدة تطرح حول العديد من الشخصيات والأسر التي برزت في منطقة والآليات والسيرورات وكذا الميكانزمات التي أدت إلى ظهورها فكيف ظهرت أسرة باللوعلي السيمورية بأيت الخمس منذ ما يزيد عن قرنين من الزمن وما هي ظروف احتكارها للمشيخة بأيت اسيمور إن اختيار شخصية أمغى سعيد أبا عمران كموضوع للبحث ليس بالأمر الهين نظرا للحضور المتميز لهذه الشخصية في عدة مجالات ونظرا لكثرة أنشطته وخطورته كمقاوم وكداهية عن المستوى السياسي وهو الأمر الذي جعل العديد من الباحثين مثل محمد المختار السوسي وقصد ناري يهتمون به في كتاباتهم ومؤلفاتهم وهو ما جعل المستعمر كذلك يحسب له ألف حساب إن الإحاطة بكل أنشطة هذه الشخصية تبدو مستحيلة لما تتطلبه من عمل جماعي ومجهودات كبيرة لا يستطيع الباحث المبتدئ أن يمتلكها لكننا نطمح إلى إعطاء هذه الشخصية حقها من البحث والاهتمام كما نغتنم الفرصة لتوجيه الدعوة لكل الباحثين المهتمين من أجل تسليط المزيد من الأدواء على هذه الشخصية وغيرها من الشخصيات التي لعبت أدوار الرئيسية في تاريخ المنطقة وهكذا سنحاول تتبع مراحل حياة هذه الشخصية انطلاقا من الوسط العام الذي نشأت فيه مع إبراز تاريخ منطقة أيتم عمران منذ القدم باعتبارها بقعة حسينة صامدة لطالما اعتبرت ملادا لكل طالب اللجوء نظرا لعدد أسباب سيتم التطرق لها في الصفحات الموالية مع التركيز أيضا على علاقة أيتم عمران مع المخزن والمحاولات الأجنبية للتغلغ التجاريا في المنطقة هذه المحاولات التي انتهت عمليا بالزيارة الحسنية الأولى والثانية هكذا يدخل اهتمامنا بأيت الخمس في إطار تناول الجزء من الكل وذلك بتتبع تاريخ أيت الخمس القريب من الفترة الممتدة ما بين منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين وذلك في منطقة شهدت أوضاعا اقتصادية تسمت بالجفاف وقسوة الظروف الطبيعية واعتمدت على نشاط القوافل والصناعة التقليدية الدعيفة كما عرفت المنطقة أوضاعا بشري متنوعة وتعتبر المناطق الأطلسية الشرقية خزانا بشريا يمدها بالعنصر البشري أما على المستوى القانوني فساد التنظيم القبلي ضد القضاء الشرعي الذي لعب فيه لفقهاء دورا هاما كما يمكن ملاحظة أن هذا القضاء قبل الاستعمار تميز بمكانية احتكام لأي قاد لكنه بعد الاستعمار أصبح لكل قبيلة قاد مع وجود قاد القضاء بإفني بمساعدة مجموعة من العدول أما الأعراف فكان يحتكم إليها وهي مسطرة ومتفق عليها بناء أعيان آل بهايحيا ويتم التقادي بناء عليها ويقوم أمغار بدور الحامل هذه القوانين والأعراف بمساعدة مجلس أي تربعين أو إنفلس إن معرفة هذه الأوضاع ستجعلنا نتساير عن الأفراد الذين يسيرون هذا النظام وهم في الغالب ينتمون إلى أسرة واحدة متفرعة سنعمل على تتبع ظهورها من تفلالت قبل قرنين وكلما اقتربنا زمنيا تصبح الأمور أكثر وضوحا لعدة أسباب أهمها وجود المادة التاريخية كما سنتطرق إلى النزاعات الداخلية ما بين فرعي الأسرة المتصارعين على القيادة والمركز الأول في القبيلة كما أن المنطقة ستعرف منذ زيارة لمولا الحسن لسوس والمنطقة غليانا داخليا سيزداد حدة بعد وفاته في دل هذه الضروع سيبرز أمغار حسين كزعيم سيموري مناوئ للقائد لمعين من طرف السلطان وبمقتله عام 1911 سيتولى ابنه سعيد مركز أمغار لقد عصرت شخصية أمغار سعيد معظم التحولات الكبرى لسوس بل بالجنوب المغرب عاما وعلى الرغم من مزاحمته من طرف ابن عمه الحسين علي فإنهما لم يحتكم إلى السلاح بل قتل جنبا إلى جنب وهناك بعض المراسلات التي تدل على هذا التعايش بينهما بل إن هذا التعايش ساهم في بروز شخصية أمغار سعيد كشخصية محنكة لها دور في كل محفل بسوس بحضور سلطان الجهاد أحمد الهيبة ثم خليفتهم ربي ربه أو مع القوات المواليد لفرنسا أو حتى مع الفرنسيين أنفسهم وهي حالة تدل على دهائه السياسي ومعرفته لزمن إعلان المبادرات في وقتها ومن المعروف أن أمغار سعيد لم يحضر لمؤتمر لخصص مع كاترو لكي لا تفرد عليه المعاهدة المتمخدة عنه المؤتمر والتسليم المقاوم التفلل تيقاس من الكادي كما اختاره ورؤساء القبائل البعمراني الأخرى إسبانيا الضعيفة تجنبا لفرنسا التي ناضلوا ضدها 22 سنة وهي فكرة تشبه إلى حد بعيد استسلام عبد الكريم الخطاب لفرنسا لا لإسبانيا التي حاربها لمدة ومن الأمور التي تغري أكثر في البحث حول هذه الشخصية تلك الحركة الاحتجاجية التي قام بها سنة 1947 ومن نتج عنها من أطال ونتائج أو هي حركة مناوئة للاستعمار أدت به إلى النفي بالداخل لمدة سبع سنوات وبعد عودته من المفع سيحتج مجددا على نفي محمد بن يوسف وسيدعو بنصره مما سيعيده إلى منفاه مرة أخرى وهي أحدث وقعت بالتأثير من خطاب سلطان محمد الخامس تاريخي بطنجة الداعي إلى الوحدة كما سيتأثر بالأفكار الوطنية الرائجة في باقي الوطن إن التطرق إلى هذه الأمور سيتم وفق منهجية تتسم بالسرد أكثر من التحليل ولم يأتي ذلك عفويا بل ترتب عن مجموعة من الصعوبات كصعوبة ترتيب بعض الوتايق لتنوع مصادرها كما أن موضوع البحث تمت معالجته وفق ما استطعنا الحصول عليه من إشارات متفرقة وفي حالة وجود تنقض بين الوتايق والمراجع فغالبا ما نرجح محمول الوثيقة لأن كاتبها غالبا ما يكون صانع الحدث أو حاضرا في زمن وقعه وهكذا تم الاعتماد على مجموعة من الوتايق الرسمية ثم الشخصية ومنها السفحات من مذكرات عقود الإرث وعقود الرهن بالإضافة إلى الرسائل الإخوانية والأحكام القضائية وسنعمل على تتبع مصار شخصية أمغار سعيد من خلال رسائل موجهة إليه من ثلاث أصنف رسائل قواد رسائل فرنسيين ثم رسائل إسبانيين متتبعين ثلاثة طرق للتعامل معها أولا تحليلها واستخلاص محتواها ثاني الاستشهاد بفقر منها ثالثا الاستشهاد بها كليا وقد واجهتنا في ذلك بعض الصعوبات مثل صعوبة قراءة بعدها إما لتحلل الأجزاء من تلك الرسائل أو لصعوبة فك بعض رموز نظرر لرداءة الميدات أو الركاكة في لغتها وحملها لأسماء طبغرافية محلية تحامل كاتبها عليها بترجمة معناها إلى لغة غريبة عنها شوهت معناها ومن ناحية المصادر والمراجع المعتمدة في هذا العمل تنبغي الإشارة إلى أن منطقة تتبع عمران كما سبق ذكر ذلك من المناطق المهملة من طرف المؤرخين القدماء إلى فيما نذر وهكذا فإن محمد لكراري صاحب كتاب روضة الأفنان في وفاية الأعيان وأخبار العين وتخطيط ما فيها من عجيب البنيان وإن كان قد عصر أمغر سعيد فإنه لم يذكره إنما ذكر أباه أمغر حسين بأنه منوئ لشخصية سيموريا أخرى وهي شخصية القائد علي من بوهي السيموري ومن الأسباب التي منعته من ذكره هو كون كتابه مخصص لأعيان السوسيين الذين تفق قبل تاريخ كتابة مؤلفه إلا أن كتابات محمد المختار السوسي سلطت الأدواء على مسيرة هذه الشخصية انطلاقا من روايات متعددة من أفواه رجال شاركوا إلى جانبه على مر الزمن في كفاحاتهم من أجل استقلال البلاد كالقائد النجم الأخصصي الذي كثيرا ما أفض في ذكر دوره في حركة الجهاد ضد الفرنسيين وردود فعله من كل الوقائع التي حدثت في تلك الظروف كما تحدث الأستاذ أحمد زكريا السكال عن مرحلته الثانية في المقاومة السياسية منذ 1947 ميلادية حتى استشهاده سنة 1956 ميلادية أمر حج الحسين وكاك صاحب كتاب أطوار الصراع في إفني وأيتب عمران فرغم أن كتابه هذا مخصص لأيتب عمران إلا أنه لا يحتوي إلا على إشارة تبقى من الأهمية بمكان وإذا كان لم نستطع تتبع ما كتبه الإسبان وهم أقرب وأفيد نظرا لمصالحهم بالمنطقة واهتمامهم بها خاصة في الفترة الممتدة ما بين 1934 ميلادية و1969 ميلادية وهي فترة يحتفظ الإسبان حولها بمجموعة من الوطائق والمعلومات التي لها أهميتها في إغناء التاريخ المحلي ولذلك ما علينا سوى اللجوء إلى الأستغرافية الفرنسية التي اهتمت بالمغرب من عدة جوالب منذ القرن التاسع عشر ومن تمت نتتبع دوابط ومحرك القبائل والمخزن والعلاقة ما بينهما من جهة ثم العلاقات القبالية من جهة أخرى ومن المهتمين أيضا بتاريخ المغرب نجد كنماذج روبير مونطاني وفور باسكون وغوستانر هذا الأخير كان أقرب إلى المنطقة باتصالاته المتعددة والمستمر بأبناء المنطقة وتوصله بكل ما يتعلق بالبعمرانيين من جميع الجوانب الطبيعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية كما أنه لم يغفل تدوين الروايات والأشعار والأمتال البعمرانية ويعتبر مؤلفه عن أيت بعمران من أهم ما كتب مع الإشارة إلى ضرورة التعامل بحدا مع بعض آرائه كما أن له عدة مقالات في دوريات متخصصة في التاريخ كهيس بريستامودا وعلى العموم فالمراجع والمصادر أغلبها غير مخصص لأيت بعمران باستثناء كتاب غوستنار وكتاب الحسين وقاك أما لمؤلفات الأخرى فلم تتضمن سوى إشارات ونتفاتهم موضوع دراستنا أما مؤلف علي المحمد بعنوان لمعنوان بالسلطة والمجتمع في المغرب نموذج أيت بعمران فرغم أهميته إلى أنه يقتصر في تناول تاريخ المنطقة على عهد المولى الحسن الأول أي إلى حدود القرن التاسع عشر ولمزيد من تسليط الضوء على شخصيته غير سعيد وعلى قبيلتين الخمس كان لابد دلنا من اعتماد الرواية الشفاوية وعين المنا بدورها الهام خاصة أمام النقص الحصر في تتبع المعطيات وقلات الوتيق المكتوبة في مواضع شطة بسبب تفشي الأمية ناهيك عن كون أكثر رسائل كانت شفاوية ولا أدل على ذلك أن أكثرها توصي المتلقي بأن كل ما يمكن إبلغه فهو في رأس حامل الرسالة وفق التعبير الشائع مما يضع عقبة أمام الراغب في معرفة الأسرار والوصول إلى الحقيقة النسبية وهذه الحالة تدفعنا إلى العودة لما تختزنه الرواية الشفاوية لفهم العديد من القضايا التي يتيرها موضوع البحث وهكذا سيتم الاعتماد أساسا على نوعين من الروايات الرواية الإخبارية تمشى الأمازيغ المتداول بمنطقة هذا الأخير يمكن أن نستمت منه بعض المعلومات للاستدلال بها فإن كان لكل شيء إذا ما تم نقصها كما قال الشاعر فإننا نطمح إلى أن يكون هذا العمل رغم كل الصعوبات التي حاطت بإنجازه عملا في المستوى المطلوب كما نطمح أن يكون بداية لأعمال ودراسات أخرى أفيد وأنفع وخاصة أن تاريخ المنطقة ما يزال في حاجة مسا لمزيد من الأبحاث خدمة لتاريخ المغرب بصفة عامة